الميزة كمان في أحمد عبدالقادر انه هو بيروح عجون كتير يعني جريء على المرمى عنده شخصية عجون دي حاجة حلوة ممكن يكون لعيب مهاري وعايز يرقص ورجل وحش عجون يعني فيه لعيبة كتير شفناها يعني بدون ذكرى اسمها لعيبة كتير جدا فهم دي بيبقى بيرقص بس مش جريء عجون مش جماعي مع زميله عايز ياخد اللقطة بس لكن أحمد عبدالقادر لا جماعي وبيروح عجون بصوا على الأرقام دك التمريراته 77% المراوغات بتاعته 4 من 5 صح ده رقم كواس جدا إنه هو بيعمل 4 مراوغات نجحة المحاولات على المرمى 3 منهم 1 صح وهو أكتر لاعب في النادي الأهلي عمل محاولات في الماتش ده منهم 1 من 3 فده رقم كواس جدا صنع فرصة والحاجة المهمة قوي بقى اللي ضفها أحمد حمدي عبدالقادر ويه لو اسم كسوني الدور الدفاعي استخلاص الكورة وعملية الضغط النهاردة أحمد عبدالقادر قطع الكورة 11 مرة رقم كواس جدا لما جناح هي قطع الكورة 11 مرة يعني أحمد عبدالقادر برضو بنشوف أجنحة يعني فيه أجنحة على سبيل المثال مثلا مصطفى فتحي مصطفى فتحي من أحرف اللعابة في مصر بس عجون آه الموسم ده زاد وبقى بيجيب جوان بس أغلبهم ضربات جزاء بس أحمد حمدي بيتفوق عليه في ايه رجله عجون أحسن أحمد حمدي عبدالقادر اللي هو اسمه أحمد حمدي فيه أحمد عبدالقادر رجله عجون حلوة جدا رجله عجون حلوة جدا وبيدفع كويس مصطفى فتحي ما بيدفعش مثلا أنا بدي مثال بقارن نوعية اللعب المهاري يعني اللعب المهاري ايه ممكن يكون لعيف حريف بس مش بيدفع لا أحمد حمدي بيدفع كويس مهاري رجله حلوة جدا عجون وعنده شخصية ويقدر يرقص أكتر من اللعب وجماع مع زميله فأحمد عبدالقادر لو تخلص من حتة اللي هي التكاز زيادة اللي عنده عنده حتة التكاز زيادة كده لو تخلص منها واندمج مع النادي الأهلي أعتقد أنه ممكن يكون صفقة الموسم كمان مع بيرسي تاو